نعم بحضراتكم مرة أخرى سبحانه في مبنوارني كابتالكي محسش حياته الإعلامي ومدير الكرة بنادي البنك الأهلي يا كابتالكريم هروح البنك الأهلي بس قبل ما نروح للبنك الأهلي من شوية في الانتروك وتبتتكلم عن نادي الزمالك والناس اللي نزل الانتخابات نادي الزمالك والمفروض يتعامل لنادي الزمالك الفترة اللي جاية لو انت ليك تقول انت واحد من أبناء نادي الزمالك تقدر تقول ايه للي نايزل انتخابات نادي الزمالك ما عايز الناس اللي تنزل انتخابات يبقى عندها حلول يبقى عندها خلا بفكر معين توقف النادي ترجعه تاني يوقف على رجله تاني ان طبعا انت شايف المشاكل الزمالك واقع فيها في كل نواحي وبعدين مش مشاكل داخلية بقى كمان ده مشاكل خارجية مع الفيفا ومع تحاد الدولي الكورت اليد والبسكت وكورت السلة ومستحقات فرق جماعية وشكاوي لعيبة ومدربين والناس ما بتقبطش في الجوة النادي وديون طائلة على نادي الزمالك فمشكلة كبيرة جدا فعايز الناس اللي هتنتخب كمان تنتخب الناس القادرة انها تدير النادي بشكل كويس بعيدة عن عواطف بقى يعني بقى انا بحب فلان انا بحب كريم حاسي الشحيات انا بحب كريم حاسي الشحيات انا عايز بوردين يبقى في قايمة تخب قايمة كاملة عشان يبقى متجنسة ومشاكل الكلام ده ولناس اللي داخل الانتخابات مش عايزين يخشوا عشان مجرد شو يبقى انا عليها منصب داخل نادي الزمالك وقاعد ما بعملش حاجة ومجرد اللي انا عدوه بمجلس دارة لا احنا في فترة صعبة ويعني نادي الزمالك نادي كبير جدا جدا مش في مصر بس ولا في الواطن العربية على مستوى العالم ولازم يرجع تاني ان شاء الله وانا عارف ان كمان الدولة مصرية وزارتش يا برياضة حايزة نادي الزمالك بقى قوي ويرجع تاني لمكانته الكبيرة فلازم كلنا تكاتف ومش كلامش عراط بس لازم الناس اللي نزل الانتخابات تبقى نازلة عارفة هتعمل ايه مش عايز الناس تخش الانتخابات وتنجح وانتقول لك اصلاحنا داخلين الانتخابات وفي مشاكل يا جماعة وفي مشاكل العفين اللي في مشاكل اللي عنده فكر واللي عنده رؤية اللي يقدر يحل ويبقى فيه معاه قايمة قوية خلي بالك نادي الزمالك محتاج قايمة فيها ناس بتدير بشكل ادارة بشكل كويس يكون عندها الحس الرياضي ويكون فيه فلوس وناسك عندها حس اقتصاد خلي بالك حيقولك اصلا لا الفلوس لازم يكون فيه رجال اعمال يوقفوا نادي الزمالك على حلو لغاية ما يبقى بعد كده فيه سيستم ودني تمشي بشكل ومش بس رجال اعمال عشان يدفعه فلوس هو كده هيحاولوا يلموا مشاكل بس يبقى عشان يحطوا فكر استثماري في النادي انه نادي ايه ينبقى يكسب فلوس بص يا كريم النادي الاهلي في مجلس الادارة هتلاقي فيه اتنين تلاتة رجال اعمال كبيرة جدا فيه وقت لازم هيسندوا بشكل معين حتى من خلال شركاتهم من خلال اعلانات ومية في المية ومش عيب لازم يبقى عندي في المجلس متنوع عندي ناس بتدير عندها فكر اداري ترجع نادي الزمالك مؤسسة تاني مش نادي شخص اللي بيديره بقى فيه سيستم في النادي فيه هيكلة وظيفية من رئيس النادي لغاية اظهر عامل مش مجلس ادارة بس كل واحد عارف شغله وعارف الدور بتاعه ويبقى فيه ناس رياضيين مع الادارة انه ما عندهم الحس الرياضي ازاي يدير فريق كورة يدير فريق يد فريق طايرة فريق باسكت نادي كبير في الالعاب كلها ونادي بطل في الالعاب كلها توصل انه فيه واحد بتاع كورة ويبقى فيه فلوس فيه واحد بتاع ألعاب أخرى بالزبط فيه واحد بتاع رجل أعمال وفيه ممكن شخصي يعني يبقى عنده الصفاتين يبقى إداري قوي صح ورياضي في نفس الوقت وفيه أسماء مترشحة كده بالمناسبة الأسماء المترشحة دون ذكر اسم بعينه يعني عدد من الأسماء الأسماء المترشحة أو المزمع الترشحة لانتخابات نادي الزمالك يعني هل شايف الأسماء دي فيها القادر انه يحلل الأزمات دي بسرعة شايف فيه شخص شخص واحد شخص كرئيس نادي كرئيس نادي وبعي الناس الماس محترمة وعايزة تخدم بس أنا شايف ان فيه شخص معين هو ده اللي عنده القدرة التجمع ما بين كل الحاجة تصفات اللي أنا قلتلك عليه وراجل هادي وراجل كذا بس طبعا الفاضل انتخابات مش حانف عن قولت بس انترجعتني تاني النقطة اللي هي بتاعتي انت قلتلي فيه رئيس نادي وانت قلت لسه بتقولي دلوقتي ان انت عايز مجلس إدارة ما هو رئيس النادي ده القائد اللي هيبقى معاه ما خلي بالك ممكن القائد ده يبقى مش منضبط ويبقى معاه يتيم كويس بس هو نفسه مش منضبط يبقى فيه مشكلة بالزبط اهم حاجة القائد اللي بيختار كمان القائمة بتاعته الناس اللي تحتيه والإمكانيات المختلفة اللي هو محتاجة في المجلس اللي معاه ويبقى فيه نسجام ما بينهم فلا فيه فيه ناس كويسة جدا